اشتركوا في القناة التهرب من الدرائب الدرائب اللي الناس كلها لما بتدفعها بتكون منتظرة بعديها خدمات وأفعال يعني تدل على سدادهم للدرائب دي أعتقد أنه موضوع مهم جداً هنترح أسئلة كتير جداً على ضفنة اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو عشان نتكلم معاه ونفهم أكتر عن ما لنا وما علينا ودايما الواحد لما بيسمع اسم الدرائب كده بيتخض بس هي مش حاجة تخض ولا حاجة ضفنة والأستاذ أحمد عشور عضو المكتب الفني لرئيس قطاع التهرب الضريبي أستاذ أحمد صباح الخير وأهلا بحضرتك معينا النهاردة التلفزيون مسدد كل الدرائب ولا فيه أي مشاكل مع تلفزيون مسددين يعني كله تمام نحن نشغلين خصومات 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 يعني مخلصين كل حاجة طيب حلو جداً طيب خلينا نفهم الناس أكتر ودايماً زي ما كنت بقول كده يعني كلمة درائب أوقات بتخوف بس أفتكر أنه لما الواحد بيدفع حاجة في مقابل أنه يكون بيسدد معلي علشان في المقابل يلاقي خدمات أفتكر أن ده بيكون شيء مرضي جداً بالنسبة لأي حد صح إيه المشاكل اللي بتواجهكم كمصلحة تهرب ضريبي أو كمكان متخصص في التهرب الضريبي؟ يعني أنا أقدر أتكلم في المشاكل الحالية اللي بتواجهنا في الوقت الحالي طيب مشكلة الإنفلات الأمنية الإنفلات الأمنية الإنفلات الأمنية مصلحة الضريب يعني تحصيل ضريبة تحصيل ضريبة يعني يبقى فيه مندوين صرف معهم فلوس ومتواجدة معهم فلوس بكميات ومبالغ كبيرة في ظل عدم وجود أمن فطبعاً دي بتسبب مشكلة كبيرة جداً بطريقة معه ابتدأنا إن إحنا نشوف بدائل علشان نعالج هذه المشكلة ففي دلوقتي بنلجأ إن إحنا مثلاً في موسم الإقرارات كمية المبالغ اللي بتورد لمصلحة الضرائب كبيرة جداً بتوصل ملايين في بعض المأموريات الصغيرة فابتدنا نخلي الممولين يسددوا الفلوس بتاعتهم عن طريق البنك وفيه كمان نظام التزديد الإلكتروني دي حاجة جديدة بنحاول نفعلها للفقاء لسه بنفعلها بس دي طبعاً عايزة مجموعة من الضوابط لإني عشان سرية البيانات الخاصة بكل ممول فمنفعش أي حد يطلع على الملف بتاع أي شخص دي ممكن تتنفذ إزاي أستاذ أحمد يعني إزاي ممكن أسد الدرايبة عن طريق الإنترنت أو عن طريق الكمبيوتر شوفي حياتك يا طبعاً بالنسبة لي فيه كل ممول بيبقى ليه رقم اسمه رقم التسجيل الضريبي زي الرقم القومي ماينفعش اتنين يبقى عندهم رقم تسجيل ضريبي متشابه فعن طريق الرقم ده بيبقى ده الباسورد بتاعه عشان يدخل على موقع المصلحة وبالتالي يدخل على الملف الخاص بيه يعرف إيه الالتزامات اللي عليه إيه الضريبة اللي عليه الحاجات اللي يعني المستحقات سواء كانت قديمة أو الإقرار الجديد اللي هينزله من واقع الإقرار يعني ينزل بنود الميزانية داخل الصفحات المعدة لذلك زي فكرة كده مثلاً تزديد فواتير التليفونات مثلاً أو رخص المخالفات نفس الفكرة تقريباً نفس الفكرة بس بالنسبة لنا في الضرائب محتاجة ضوابط عالية جداً وخصوصاً موضوع التزديد التزديد هيبقى عن طريق يا إما شيك يا إما عن طريق الفيزا فبرضه محتاجة مجموعة من الضوابط ما ينفعش نعمل لها تست ونجربها إلا إذا كنا متأكدين أنها محكمة بنسبة 100% ودي في المرحلة الجاية لكن في الوقت الحالي بنخلي تزديد الإقرارات الضربية عن طريق البنوك عن طريق مكاتب البريط يعني أي حد معه إقرار ممكن يروح في مكتب البريط ويسدده أو عن طريق البنك وموصلين داخل البنك في شبكة خاصة برضو بمصطحة الضرائب بحيث أنه عن طريق الإسم أو رقم التسجيل الضريبي البنك بيطلع بياناته وبيسدده بياخد إصال من البنك وبمجاب الإصال ده بيغيره من داخل المأمورية بإصال ضريبي عندنا طيب إحنا الحقيقة في بعض المصطلحات الضربية اللي إحنا كمواطنين عاديين معلناش معندناش علمي بيها قوي زي مثلا ضريبة المبيعات ضريبة الدخل الحد الأدنى لتطبيق ضرائب دي إيه هما أصلين الدرابتين دول المبيعات وضريبة الدخل إيه فارق ما بينهم والحد الأدنى لتطبيقهم بالنسبة للأفراد العديين بالنسبة حياتك للضرائب في مصر بصفة عامة هي نوعين ضريبة مباشرة وضريبة غير مباشرة الضريبة المباشرة اللي هي بيدفعها الشخص نفسه المكلف نفسه ودي عبارة عن ضريبة اللي هي بتمثل ضريبة الدخل أو الضريبة العامة اللي بنسميها الضريبة العامة أو ضريبة الدخل ودي بتكون على صافي دخل الشخص نفسه سواء كان شخص أو شركة صافي الدخل أو المكسب أو ربحه اللي كسبه أما الضريب المبيعات دي بتسمى الضريبة غير مباشرة الضريبة غير مباشرة دي اللي بيدفعها شخص واللي بيدحملها شخص بتكون ضريبة غالبا ضريبة انفاق سواء على سلع أو خدمة نازل أشتري جهاز تلفزيون أو أشتري ترلاجة أو أشتري أي جهاز فأحمل عليه بالضريبة اللي هي الضريبة المعادة بالنسبة المختلفة الخاصة بيهم لو مش هشتري التلفزيون مش هدفع الضريبة دي لو مش هشتري الخدمة اللي أنا عايزها مش هدفع الضريبة دي أما ضريبة الدخل عن أي مكسب الإنسان كسبه في أرى فترة هو سواء كان مرتب يعني مرتبات في ضريبة مرتبات سواء كانت أرباح تجارية أو صناعية سواء كانت ضريبة مهن حرة متمثلة في الأطباء المهندسين المحامين الفنانين المزعين بمختلف الأنشطة بتاعتهم مثل مزعين التلفزيون برا الموضوع لا بيدفعوا برضو ضريبة مرتبت اللي بتسمى ضريبة كسب العمل لا مسددد انت عملت قولي مسددده يبقى فيه حاجة فحضرتك فيه ضريبة اللي هي ضريبة الصروة العقارية ده رابع دوع من أنواع الضرائب العامة اللي هي عبارة عن الإجارات سواء إجار مفروش أو قانون قديم أو قانون جديد مبيعات الأراضي مبيعات الشؤاء مبيعات العقارات دي كلها بتسمى ضريبة العقارة فده الفرق بين الضرائب العامة أو المبيعات والضرائب العامة فاضل بفيه ضريبة على مصروف البيت بس يا زيل مش فاضل غير مصروف البيت بس اللي معلوه ضريبة لحد دلوقتي طيب تزال الانفلات الأمني واللي حاصل دلوقتي ويأني أعتقد أنه الكل متابع أنه هروب بعض رجال الأعمال خارج مصر ناس كتير جدا مش موجودة أخيرا كان فيه مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق في بيع أحدى الشركات الكبيرة في مصر وده تعلق به بعد كده أو نتج عنه عدم سداد درائب وحاجات زي كده فظل كل المشاكل اللي حصلة دي إزاي هتقدروا تحفظوا على أنكوا يعني تعملوا عملية تحصيل نكحة لعملية ضربية حضرتك إحنا مطلوب مننا حصيل السنة دي 238 مليار 238 مليار بالمقارنة بحوالي 220 مليار في العام الماضي طبعا حياتك إحنا بيبقى عندنا دايما فيه استراتيجية معمولة فيه ظل أن ممكن نتعرض أن مثلا حاليا في الوقت الحالي مجال السياحة شبه متوقف والمجال العقاري شبه متوقف فبيبقى عندنا دايما استراتيجيات بديلة بحيث أن إحنا عندنا مصادر الدخل خاصة بالضرائب العامة متمثلة فيها جزء بيبقى متأخرات جزء بيبقى إقرارات وجزء تاني بيبقى عن طريق فحص عينة الإقرارات بتاع السنوات الماضية لما نشعر بقى في وقت من الوقات أنه هيبقى فيه تقصير في مجال زي مجال السياحة أو في المجال العقاري فبنلتج للبدايل التانية العينة بدل ما تبقى 20% ممكن أن والساعة تبقى 40% وده اللي بصراحة الأستاذ ممضوع عمر برضو أشار إليه بعض أصحاب الأنشطة زي الأنشطة المهنية ويمكن رئيس المصلحة كان في لقاء مبارح برضو هنا في التلفزيون المصري وصرح للأنشطة المهنية الحصيلة اللي بتحصل منهم سنويا 300 مليون طبعا ضئيلة جدا بالنسبة لحجم الإرادات اللي بتحقق عن طريقهم أو بالنسبة للوضع الطبيعي القائم كناس مصقفين متعلمين يعرفوا دائما أني لازم الضريبة تسدد من واقع إرادات فعلية فبدأ رئيس المصلحة ينادي بأن فحص أصحاب الأنشطة المهنية ما يكونش عن طريق العينة يكون فحص شامل يعني أصحاب المهنة الحرة بالكامل يتم فحصهم سنويا دي بتدخل بتبقى فيه فروق ما بين الإقرار وما بين الفحص بتدخل برضو حصيلة للمصلحة نلجأ للمتأخرات المتأخرات بنوسح في اللجان الداخلية بتحل المنازعات عن الطرائب المتأخرة عن الممولين وبنحاول نسهل الأمور برضو بحيث أننا نحاول نحصل النهاردة أفضل ما نحصل بكرة أو بعده عن طريق بعض التسهيلات في حدود القانون أو ما يسمح القانون أن نحن نديها هذا في الأول حاليا في الوقت الحالي حضرتك برضو أكيد تسأليني تقوليني عاملين إيه في الحصيلة يعني الحمد لله لحد يمكن إمبارح أو أول إمبارح محصلين ما يعادل 122 مليار بزيادة 30% عن السنة اللي فاتت لأن بصراحة فيه وعي في الشعب المصري أن الكل عايز يساعد البلد في ظل اللي هي فيه طبعا شريحة كبيرة جدا لما تنزلي أي مأمورية تلاقي بصراحة تكدس غير عادي وكله بيسدد وبيحاول أن هو يساعد بالطريقة اللي يقدر عليها كنا قبل كده الحقيقة قبل الأوقات لتحسيل الدرائب وقبل الموعدين يقول لابنلاقي حملات أعلانية كتير جدا في التليفزيون مثلا عن أهمية تزديد الدرائب عن العقوبات اللي ممكن تحصل إذا حد مثلا تهرب ضريبيا من السداد أو حاجة طبعا الظروف دلوقتي يمكن مش مساعدة لدى بس هل أنتوا بتحاولوا توععوا الناس كمصلحة تهرب ضريبي أنكم توععوا الناس بأن أهمية دفع الدرائب أو أهمية تزديد الدريبة بتكون إيه هو شوف في حالتك إحنا كقطاع مكافحة تحديدا درنا ما هوش إرهاب ولأن إحنا نخلي الأنشطة أو الاستثمارات تهرب من البلد درنا بيبقى در رضع بمعنى أن دينا در بيبقى لي فايدة للحصيلة بطريقة مباشرة وفايدة غير مباشرة فايدة المباشرة أني أنا لما يعني أتولى قضية تهرب وأتم تحصيل حصيلة منها بس يسددها الممول الحاجة التانية لما بيجي السنة التانية يسدد الإقرار الضريبي بتاعه أو يفسع عن إراداته فأكيد بيبقى واخد عزة من السنة اللي حصله للسنة اللي قبلها فبيبدأ يضع إراداته طبقا للفعلي وهكذا بالنسبة لكل أصحابه وأصدقائه اللي بيبقوا برضه في مجال أنشطة سواء تجارية أو صناعية أو مهنية بيبقوا عارفين أنه فيه جهاز قائم بجمع بيانات بصفة مستمرة متابعة كبار الممولين دي بتبقى دورنا في المقام الأول وتعليمات رئيس قطاع المكافحة عندنا برضه أنه نتم في كل محافظة فيه إدارة مكافحة فيه كل محافظة بتضع خطة تفصيلية خاصة بيها تبقى لضوء الأنشطة الأنشطة اللي موجودة في هذه المحافظة وتبقى لنوع البيانات اللي موجودة عندها وفي ضوء هذه الأنشطة بيتم وضع خطة إجمالية نستطيع عن طريقة أن نعمل عملية رطع وليس تخويف أو إرهاب سواء للممولين أو للمستثمرين اللي ممكن يستثمروا داخل القائرة خلينا نتكلم محارتك أستاذ أحمد بصراحة أكتر شوية يعني أنا المواطن العادي بيدفع الدريبة ليه بيدفع الدريبة علشان يلاقي فيه شارع مرصوف يلاقي فيه مستشفى تأمين صحي يقدر يروح يتعليك فيها يلاقي فيه أي خدمات يعني أنا بسدد للدولة حقها علشان الدولة تديني حقي مظبوط؟ مظبوط مظبوط لا هذا ليس ضرنا نحن ضرنا تحصيل الدريبة هذا ضرنا وأعتقد أن نحن نعتبر نقوم بي على أكمل وقت بعد الثورة الاقتصاد حضرتك شايفه أعمل إزاي ورغم ذلك بنحقق الحصيرة وزيادك عدد المتهربين من سادات الدريبة كتير؟ لو بنتكلم عن شركات كبيرة أو بنتكلم عن مؤسسات كبيرة أو رجال أعمال مؤثرين في مؤسرة يعني الأصل هو بالنسبة للتهرب الضريبي وممكن يبقى تهرب يعني عن عمد وتهرب عن غير عمد إزاي بقى يفنك شح لنا؟ إيه الفرقة من التهرب عن عمد وتهرب عن غير عمد؟ التهرب عن عمد أن يبقى البواطن أو الممول متعمد أن يدرك بيانات في إقراره متعمد أن يدرك بيانات في إقراره مخالفة لما هو موجود أو للواقع الفعلي أو للإرادات المحققة من قبله لكن بالنسبة للتهرب اللي هو غير متعمد سهو سقط رقم رقم يتكتب غلط اتنقل غلط عملية جمع طرح ده تهرب غير متعمد لكن في النهاية بيحسب على أنه تهرب بالنسبة لحصل عملية أضاية التهرب الضريبي وعدادها قد إيه؟ دي طبعا متفوتة وده تبقى أساسا في نهاية التهرب الضريبي هي اللي بتتولعها بمجرد أن نعمل الدعوة ونأخذ مفقة الوزير دي بنحولها للنيابة والنيابة هي اللي بتتولى الإجراءات فيها لحين الانتهاء والتصالح من عملية الأضاية جميل جدا أستاذ أحمد عشور عضو المكتب الفني لرئيس قطاع التهربة دريبا بشكرا حركة فننا على وجودك معنا وبشكرا حركة على الطاق الضيح لأنه كمان في حاجات كتير جدا الواحد يبقى محتاج إلى حد ما أنه يفهمها أكتر مشاهدينا دي كانت آخر فقرة معاكم ومعانا نهاردة في نهارك سعيد أشكركم على الحسن المتابعة أتمنى أن يكون إن شاء الله يوم إيجابي على مصر كلها وإن شاء الله يكون فيه خير نهاركم سعيد